موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحب بكم في برنامجكم برنامج من الجلة ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن والسياسي الشرعية في كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية في جماعة الكويت الدكتور عبدالله عوين محمد رشيد وبحث الموسوم أثر تغير التكييف الفقهي لخطاب الضمان في المصارف الإسلامية على حكمه و أعماله فيه دراسة فقهية أهلا مولانا ومرحبا مرحبا حياك الله الدكتور عبدالرزاق وحيا الله الأخوة و الأخوات المشاهدين مولانا أنا أحس العنوان من عنوانه أن بحث جديد و مبتكر فقول ما ندش في موضوع مضمون البحث ابتداء فكرة البحث نعم فكرة البحث كانت استكتاب من مجلة كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية و هي بالحقيقة فكرة رائع جدا استحسنت الكتابة فيها خاصة أنه ليأثر تغير التكييف أهمية كما سيأتي بإذن الله عز وجل فكانت الفكرة من المجلة استكتابا أولا ثم نمت هذه الفكرة و لله الحمد منه حتى صارت أبحاثا علمية محكمة و بعدها سجلت رسائل علمية في هذا الموضوع مولانا ابتداءا عندنا محاولة لتفكيك العنوان في عندنا أثر تكييف فقهي عندنا خطاء الضمان عندنا نصار إسلامية فلنفكك العنوان ابتداءا أولا دكتور تغير التكييف الفقهي قبل أن نتكلم عن التغير التكييف الفقهي نتكلم أولا عن التكييف الفقهي التكييف الفقهي المقصود منه أنه الواقع العملي للنازلة التي يتكلم عنها المجتهد و الحاقها بالنوازل أو المسائل السابقة فيأتي المجتهد و ينظر للنازلة الحديثة و ينظر أي أقرب أي الفروع أقرب لهذا الفرع ثم بعد ذلك يلحقها به هذا التكييف الفقهي هناك تغير لهذا التكييف الفقهي فيأتي المجتهد و يحول رأيه في الأصل الذي تنتمي إليه النازلة فيحول المجتهد رأيه من أنها تنتمي إلى هذا الأصل إلى أصل آخر فيغير اجتهاده لمسوغ شرعي طبعا و هل وارد تغيير اجتهاد اجتهاد آخر؟ نعم بلا شك أن الاجتهاد يتغير إلى اجتهاد آخر و له أسباب ذكرتها في هذا البحث كيف يتغير هذا الاجتهاد إلى اجتهاد آخر مرانا أين تكمن أهمية هذا البحث؟ تظهر أهمية الموضوع دكتور عبد الرزاق من ناحيتين أولا أن المنتجات المالية الإسلامية كان لها تغير و هذا البحث رصد لهذا التغير في خطاب الضمان بذاته الأمر الثاني أن هذا التغير و هذه أهمية بالغة لها أثر كبير في بقية المنتجات المالية الإسلامية فننظر أن هذا التغير الذي حدث على خطاب الضمان قد صاحبه بعض المساء التي تغيرت الحكم فيها بناء على هذا التغير ولذلك هذا الموضوع في نظري أنه موضوع يستحق البحث و ذو أهمية بالتالي عالج أيضا كثرة الاقتلافات الفقية في هذه المنتجات نعم صحيح طيب رانا أين تكمن مشكلات البحث مشكلة البحث دكتور أن خطاب الضمان مر بتغيرات فقهية و هذه التغيرات الفقهية أولا ما الأسباب الداعية لهذه التغيرات و كذلك ما الأثار الفقهية المترتبة على هذا التغير فإذا قلنا أن تغير خطاب الضمان من كفالة إلى وكالة مثلا فما الأثر الفقهي الذي يترتب على هذا التغير من حيث حكم أخذ الرسوم على خطاب الضمان أو من حيث استثمار غطاء خطاب الضمان أو غيره من المساء المتعلقة بهذا الموضوع فهل من هنا يظهر هدف أو أهداف الدراسة؟ نعم أهداف الدراسة هي جواب على هذه الأسئلة الكبيرة ما الأسباب التغير الفقهي في خطاب الضمان و ما الأشياء المؤثرة التي تؤثر في قول المجتهد حتى يغير قوله في التكيف كذلك ما الآثار المترتبة على تغير التكيف و ما الواقع العملي و التطبيق المعاصر لهذا التغير يعني أسباب آثار واقع مولانا قلت بداية حديثك أن هذا بحث جديد في فكرة و في التطبيق طيب ألا يوجد هناك دراسات سابقة عالجت الموضوع؟ بذاته لا توجد دراسات سابقة عالجت الموضوع لكن هناك دراسات لاها صلة الدراسات التي تكلمت عن التكيف الفقهي في خطاب الضمان تعتبر من الدراسات السابقة لهذا الموضوع لكنها لم تسلط الضوء على هذا التغير في التكيف و إنما هم يذكرون حكم التكيف الفقهي فمثلا مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد تناول الموضوع مرتين مرة في الدورة الثانية و مرة الثانية في الدورة الخامسة و العشرين و هذه كانت الخامسة و عشرين بعد هذا المؤتمر و لله الحمد منه مؤتمر كان بعد نعم نعم كان بعدها و كنت من المستكتبين في هذا المجمع في خطاب الضمان بذاته نفس بعد؟ بنفس الموضوع في خطاب الضمان بعد إنتاج هذا البحث بالتالي هناك ساتس سابقة إما في التكيف الفقهي أو في خطاب الضمان نعم أما هو التطور و أثرة غير موجود نعم صحيح طيب الأمر لنا ندعي الآن في البحث نفس اتداءا أنت عرفت تكيف الفقهي نعم لخطاب الضمان تكيف الفقهي لو نعرفها بجملة و واحدة حتى مشاهدكم معنا على متابعة من البحث من العنوان أو مصطلح إلى النتائج إن شاء الله فعن نعرف تكيف الفقهي بشكل مجز التكيف الفقهي المقصود منه التصور الكامل للواقعة و الأصل الذي تنتمي إليه تلك الواقعة بالتالي لهذا التعريف مشروعية نعم طبعا مشروعية التكيف الفقهي بحد ذاته التكيف الفقهي لم يرد عند كتب الفقهاء المتقدمين و إنما كان استعمالا حديثا لكن الفقهاء المتقدمين كانوا يتكلمون عن ما يسمى بالاجتهاد الفقهي و الاجتهاد الفقهي هو نوع من أنواع التكيف الفقهي أو التكيف الفقهي نوع من أنواع الاجتهاد الفقهي و لذلك تكلمنا عن مشروعية الاجتهاد الفقهي و عن تغيره و عن أهميته و غيره من المسال في أثناء البحث بالتالي لكل شيء عندكم بالفقه لا ضوابط لا تمسألة غير منضبطة نعم لا بد من ضوابط للتكييف الفقهي أن يكون من مجتهد أن لا يكون هناك نص من كتاب أو من سنة وغيرها من الضوابط التي تكلمت عن التكييف الفقهي وإن هذا هو داخل المقصد الشرعي نعم لا بد من تحقيق مقصد شرعي ولا يكون مخالف للمقاصد الشرعية ننتقلنا الآن إلى مذهب العلماء في تكييف الفقهي طبعاً مناهج العلماء اختلفت باختلاف الاجتهاد الفقهي فاختلف مناهج الفقهاء بالتكييف الفقهي باختلاف المناهج فبعضهم منهجه موسع وبعضهم منهجه مضيق في الاجتهاد الفقهي يعني هو أما أتكلم على السانة على النص يعتمد على القياس المسائل المشابهة القوائل الفقهية المصالح و المرسل نعم هذه كلها طريقة من طرق الاجتهاد الفقهي بحيث أن يكون هناك اجتهاد مستند إلى النص اجتهاد مستند إلى المصلحة الشرعية أو المصلحة المرسلة أو غيرها من الاجتهادات طيب ننتقل الآن إلى تعريف التغيير أو تغير التكييف الفقهي تغير التكييف الفقهي لم أجد من تكلم عن تعريف له تغير التكييف الفقهي حاولت في البحث أنني أصيغ تغير التكييف الفقهي إلى أنه تغير تحول المجتهد في الأصل الذي تنتمي إليه النازلة لمسوغ شرعي فبينت في هذا البحث أن المجتهد قد يغير الأصل الذي تنتمي إليه النازلة بحيث أنه ينظر إلى هذه النازلة من منظر آخر و يجعل لها أصلا تشابهه من غير ذلك الأصل الذي هو قريب منه طبعا قلت لمسوغ شرعي لأنه لا يحق للمجتهد أن يغير رأيه لمجرد الهوى و إنما لا بد له أن يغير رأيه لمسوغ شرعي معتبر دعنا نأخذ الآن نتصور نازلة لا يكون معنا بالمتابعة دعنا نأخذ مثال و نطبق عليه خطاب الضمان مثال لنازلة و نطبق عليها تطور المصطلح الشرعي تغير خطاب الضمان أو تغير التكييف لخطاب الضمان هي نازلة من النوازل ابتدأت سنة 1979 في منتدى المصرف الأول و قد بحث من بداية تلك السنة إلى ما بعدها من السنوات على استمرار هذه السنوات التي بحث فيها التغير بحث فيها التكييف الفقهي لخطاب الضمان كان هناك تغير في التكييف الفقهي لذلك الخطاب الضمان فمثلا نأتي لخطاب الضمان في المصرف الأول كان هناك تكييفه أنه كفالة و وكالة ثم بعد ذلك في ندوة البركة الثانية تكلموا على أنها كفالة ندوة البركة الثالثة و الثلاثين مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية تكلموا على أنه كفالة و وكالة إذا كان مغطة و غيرها من التكييفات التي تنوعت حتى كتبت الرسالة الأولى في خطاب الضمان سنة 1990 لدكتور عبدالله السعيدي و كانت بعنوان حكم خطاب الضمان و تكييفه تناولت التكييفات الواردة على خطاب الضمان و بيّن التكييف الفقهي الذي يميل له و وفقه الله فكان هناك تنوع حتى من الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية بعض الهيئات الشرعية كانت ترى قول من الأقوال أو أنها تكييفها على أنها كفالة و وكالة ثم بعد ذلك غيرت تكييفها بعد ذلك على أنها كفالة أو أنها وكالة بحسب المذكور في البحث مولانا هل أيوفي لهم معيار خاص في خطاب الضمان أيوفي لم تتناول خطاب الضمان بمعيار مستقل و إنما تناولت خطاب الضمان ضمن معيار الضمانات الصادر سنة 2001 سنة 2001 ميلادية و كان ضمن هذا الموضوع كاملاً اللي هو الضمانات مولان ما هي العوام المؤثرة في موضوع التغيير الفقهي لخطاب الضمان؟ هناك عوامل كثيرة من أهمها التصور للواقع يعني التصور لتلك الواقع هناك عوامل كبيرة منها التصور الصحيح و لذلك الحجوي يقول أكثر أغلاطي الفقهاء من التصور و القاعدة الفقهية الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإن الإنسان لا يستطيع أن يحكم على الشيء إلا إذا تصوره تصوراً صحيحاً فهناك تغير في الأسباب من أسباب تغير التكييف الفقهي و هو عامل من العوامل كما ذكرت في البحث فإن العوامل هي مشابهة لتلك الأسباب أيضاً من الأسباب الحاجة الماسة للموضوع و لذلك نستحضر كلام الدكتور أو الشيخ تقي عثماني وفقه الله الخبير في مجمع الفقه الإسلامي عندما تكلم عن خطابات الضمان و حكم أخذ الأجرى عليه قال أن الحاجة الماسة لخطاب الضمان هي التي تستدعي أخذ الأجرى عليه لأن عموم الناس يحتاجون إلى ذلك الخطاب أيضاً من الأشياء الممارسة العملية فإن الإنسان عندما يمارس عملياً فإنه يحتاج إلى تغير التكييف الفقهي أيضاً من الأسباب عموم البلوة فإن هناك بعض المسائل قد عمت بها البلوة و لأنها عمت بها البلوة يتغير فيها التكييف الفقه عدم وجود بديل شرعي مثلاً؟ أيضاً من الأسباب القوانين الحاكمة عدم وجود بديل شرعي فإن عدم وجود بديل شرعي يجعل الفقيه يضطر اضطراراً إلى قول بالحاجة و قول بغيرها من المسائل ولكن أنت ذكرت في العالم مؤثرة شيء مهم تغير المعطيات و تجدد الصور نعم صحيح يعني تجدد الصور هذه من المسائل المهمة في تغير التكييف الفقهي فبعض الناس يتهم الفقهاء أنهم قالوا بالحرمة أولاً ثم بعد ذلك قالوا بالجواز أو قالوا بالجواز أولاً ثم يقولون بالحرمة و تغير الصور التي استجدد في خطاب الضمان أو في الاعتماد المستندي أو حساب الجاري أو غيرها من منتجات المؤسسات المالية الإسلامية هو الذي يجعل الفقيه يتجدد به الصور فيكون عاملاً مؤثراً في تغير التكييف الفقهي أولاً نفت نظري في بحثك عند الكلام على الآثار التي أو الناتجة عن تغير تغير فقهي أنت تكلمت على حصة البنوك التقليدية من صاف الرسوم العمولات و الخدمات 282 مليون دينار ما يعادل 68.4% في حين نفس الخدمات الرسوم و العمولات النصافة الإسلامية بلغت 130 مليون دينار أفضل هذا سبب من أسباب تغير التكييف الفقهي أو أثر من آثار تغير التكييف الفقهي فمن آثار تغير التكييف الفقهي أننا نزيد من المنتجات المالية الإسلامية و من الرسوم و العوائل فمثلاً عندما نقول في خطاب الضمان أنه لا يجوز للبنك الإسلامي أن يأخذ رسوماً على خطاب الضمان فإنه سيتجه التاجر إلى البنك الربوي لأخذ الرسوم عليه و كذلك المزايا و الممنوحة للحساب الجاري و غيرها من المسال فهناك مساء كثيرة لا يستطيع البنك أن يعطي أخذه على مال من الأموال لأنه محجوم في فتوى الهيئة الشرعية أنه لا يجوز له أن يعطيه بينما في البنوك التقليدية و الربوية البنك لا يتورع عن أخذ الربا و لا يتورع عن أخذ المال مقابل هذه الخدمات و لذلك كانت هذه النسبة فارقة بين البنوك الإسلامية و البنوك الربوية طيب من الآثار الأضاني الناتجة أنت ذكرت الرسوم و ذكرت أيضا زيادة عدد المتعاملية نعم يعني من الأسباب أيضا و من الآثار الناتجة عن تغير التكيف الفقهي أننا نزيد عدد المتعاملين مع البنك الإسلامي فعندما نقول مثلا في الحسابات الجارية أنه لا يجوز للبنك أن يعطيه مزايا لذلك الحساب الجاري فإن أعطى البنك الربوي مزايا فإن الناس سيتوجهون للبنك الربوي و يتركون البنك الإسلامي فكان تغير التكيف الفقهي له أثر كبير في زيادة عدد المتعاملين مع البنك الإسلامي الأثر الأخير ذكرت أولانا وهو حفظ أموال البنوك الإسلامية نعم حفظ أموال البنوك الإسلامية دكتور عبد الرزاق أيضا أثر مهم جدا فمثلا عندنا من تطبيقات المنتجات المالية الإسلامية أخذ غرامات تأخير البنك الربوي يأخذ غرامات تأخير عندما يتأخر العميل فيأخذها مطلقا و يأخذها له هو جاء بديل إسلامي لهذه الغرامات بحيث أنه يأخذها البنك و يصرفها في وجوه البر وقع خلاف كبير بين المعاصرين في حكم هذا المنتج لكن هذا المنتج يحفظ يغطي حفظ أموال البنك الإسلامي فالبنك الإسلامي عندما يعلم ذلك الشخص أنه إن ماطل أو تأخر عن السداد ستفرض عليه غرامات تأخير فإنه سيحث نفسه على السداد المبكر في وقت محدد مولانا بعد هذه المقدمة الآن خلنا لماذا الآن في تعريف خطاب الضمان و العلاقة بين البنك و العميل في هذا الخطاب خطاب الضمان سك يتعهد بمقتضاه البنك بدفع مبلغا مبلغ محدد لطرفين ثالث فمثال و بالمثال يتضح المقال يأتي تاجر يريد أن يشتري بضاعة من الصين ذلك التاجر الصيني لا يعرف التاجر الكويتي الموجود في الكويت فيقول له اعتني بخطاب ضمان من بنكك الذي موجود هو في الكويت حتى يضمن لي إن لم تدفع عنه فهو أنه سيدفع ذلك المبلغ فمثال فيأتي التاجر الصيني التاجر الكويتي و يأخذ لي خطاب ضمان من بنكه و يعطيه للتاجر الصيني بحيث أن البنك يسدد التاجر الصيني بالوقت المحدد عند إبراز المسندات الدالة على السداد تاجر الكويتي يكون دافع للبنك الكويتي هو له صورتين الصورة الأولى أن يكون دافع و هذا يسمى خطاب الضمان المغطى و الصورة الثانية أن يكون غير دافع و إنما البنك هو الذي يعطيه خطاب الضمان ثم يرجع له و يرجع عليه و هذا يسمى خطاب الضمان غير المغطى أما بالنسبة لتكيفه الفقهي بين البنك و العميل نعم بين البنك و العميل العلاقة اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال ذكرت في البحث أهم الأقوال و هي ثلاثة القول الأول قلت أن العلاقة علاقة ضمان كفالة و القول الثاني أنها علاقة وكالة و القول الثالث أنه إذا كان خطاب ضمان مغطى بحيث أن العميل يدفع ذلك المال للبنك فإنه يعتبر وكالة و أما إذا لم يدفع العميل للبنك فإن العلاقة تسمى علاقة كفالة و رجحت القول الأول من الأقوال و قلت أن العلاقة بين العميل و بين البنك علاقة كفالة و ذكرت أسباب كثيرة من أسباب الترجيح من أسباب الترجيح القوانين الحاكمة في القوانين تنظر إلى خطاب الضمان على أنه نوع من أنواع الكفالة كذلك من الأسباب التي رجحت بها أنه كفالة أن البنك ننظر إلى صورة وحقيقة الأمر فالتاجر الصيني في المثال السابق لم يدخل البنك إلا ليضمن ويكفل التاجر الكويتي فكانت حقيقة المعاملة أساسا علاقة كفالة مولونا ننتهي الآن من كلام مع تكيف الفقه ويتعلق فيه من أمور فقهية ندخل الآن في تعريف خطاب الضمان نعم خطاب الضمان سك يتعهد بمقتضاه البنك بدفع مبلغ لطرف ثالث فمثلا لو كان هناك علاقة بين تاجر الكويتي وتاجر صيني فيأتي ذلك التاجر الصيني بطلب من تاجر الكويتي أن يأخذ له خطاب الضمان بحيث أن البنك يتعهد لذلك التاجر الصيني أنه سيدفع له مبلغ محدد عند الإطلاق عند الإطلاق طيب الآن تذكرت عندنا الآن في بنك وفي عميل تكيف العلاقة بين البنك والعميل نعم العلاقة بين البنك والعميل اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال تذكرت في البحث ثلاث أقوال أشهرها يعني القول الأول قالوا بأنها كفالة و القول الثاني أنها وكالة و القول الثالث أنها جامعة بين الوكالة و الكفالة و إذا كان مغطى بحيث أن الأميل يدفع مبلغا من المحدد للبنك فهذا تعتبر علاقة وكالة و أما إذا لم يدفع مبلغا محددا بحيث أن يكون غير مغطى فإنها تسمى كفالة و رجحت القول الأول من الأقوال و أن العلاقة بين العميل و البنك هي علاقة كفالة و بيّنت الأسباب الداعية لذلك الترجيح من هذه الأسباب أولا أن هناك قوانين وضعية حاكمة لهذه العلاقة و تكيف القوانين التجارية على أنها علاقة كفالة كذلك من الأسباب أن البنك لا يمتثل لأمر العميل فالبنك لا يمتنع أبدا من سداد للطرف الثالث و أما إذا كانت وكالة أن يهتر طلب العميل من البنك أن يوقف السداد لا يستجيب البنك أبدا للعميل و إنما يأخذ بالدفع للطرف الثالث و لو كانت وكالة إذا كانت وكالة لابد أن ينتهي لأن الوكالة في الفقه الإسلامي أن الوكيل يحق له أن يعزل الموكل يحق له أن يعزل الوكيل طيب بالتالي هو عقد لازم بين البنك نعم بين الطرف نعم أخذ البنك الرسوم نعم تغير التكييف الفقهي دكتور عبد الرزاق كان له أثر كبير جدا في مسألتي المسألة الأولى في أخذ الرسوم و المسألة الثانية استثمار غطاء الضمان والأثر يتبين من خلال مساء الكثيرة مثلا في أخذ الرسوم عندما يأتي البنك لأخذ الرسوم بين الذين يقولون أنه كفالة قد اتجه إلى ثلاث اتجاهات و هذا التغير له أثر كبير فمنهم من قال بجواز أخذ الرسوم و منهم من قال بعدم جواز أخذ الرسوم إلا بالتكلفة الفعلية و منهم من قال بعدم جواز أخذ الرسوم مطلقة بناء على أن الكفالة لا يجوز أخذ الرسوم فيها مع الفرق بين مغطئ و غير مغطئ سواء كان مغطئ أو غير مغطئ هذا الذي قالوا بأنه كفالة التوجيه الثاني الذين قالوا بأنه وكالة جوزوا أخذ الرسوم مطلقا بحيث أنه يجوز لأنه وكيل و بناء عليه الذين غيروا تكيفهم من أنه كفالة إلى وكالة يقولون يجوز أخذ الرسوم دون تحديد للمبلغ تلك الرسوم الاتجاه الثالث من الاتجاهات الذين قالوا أن العلاقة علاقة وكالة إذا كانت مغطئة و كفالة إذا كان غير مغطئ قالوا بأنه يجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان غير مغطئ و المغطئ بقدر التكلفة الفعلية و هذا قول مجمع الفقه الإسلامي فقالوا يجوز الأخذ قالوا لا يجوز لأنه قادرين تجعلنا الرسوم الستسير قرض جرى ما فعل نعم هذا الاتجاه الثاني في هذا القول هناك اتجاه الأول قول المجمع و لم يمفرقوا بين هذا و هذا القول الثاني من هذا الاتجاه قالوا بأنه إذا كان سيتحول إلى قرض فإنه سيتحول إلى قرض جرى نفع و لذلك يعتبر غير جائز شرع طيب هذا كان إذا تصنيفه كفالة نعم إذا كان تصنيفه وكالة وكالة كذلك قالوا بجوازي أخذي الأجر عليه دون تحديد لتلك الأجر فما حددوا تلك الأجر هل هي بقدر التكلفة الفعلية أو غير التكلفة الفعلية طبعا إذا تسمح لي دكتور عبد الرزاق تغير التكييف الفقهي في خطاب الضمان قد صاحبه عصور كثيرة فنجد أنه بحث في عدد من المجامع و المحافظ و المؤتمرات و قد درصت في البحث لتلك الأعداد فمن بداء من المصرف الإسلامي الأول سنة 1979 حتى نهاية مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورتي الخامسة و عشرين فتكلمت عنها من كل واحدة وتكييف الفقهي و الأثر المترتب على ذلك التكييف انت ما شاء الله سواء جذب depende من صفحتين نعم صحيح نتكلمت الآن إذا كان كفالة و غير مغطى فاندالج تحت كده كله سيطرت رزها نافعة فهو ريبة ندخل الآن ل وكالة إذا ذكرت قال بالوكالة زغط لأكثر من سورة ذكرت أيضا لAعمال المصاحبة لخطاب الضمان أن أخذ الأجرة على العمال المصاحبة لخطاب الضمان نعم نعم والكفالة الذين جمعوا بين الكفالة والوكالة قالوا بناء على أن هناك أعمال مصاحبة لخطاب الضمان فيجوز أخذ الرسوم عليها أما بالنسبة لخطاب الضمان في ذاته فإنه لا يجوز أخذ الرسوم عليه أنت رجحت عدم جواز نعم هذا صح؟ عدم جواز أخذ الرسوم على خطاب الضمان في ذاته أما الأعمال المصاحبة فيجوز أخذ الرسوم عليها طيب سواء كان مغطى أو غير مغطى نعم سواء كان مغطى أو غير مغطى يجوز أخذ الرسوم على الأعمال المصاحبة أما خطاب الضمان في ذاته فلا يجوز نفس قرد جرى نفع نعم هذا كان التشابه لا القرض الذي جرى نفع قالوا إذا كان خطاب الضمان غير مغطى إذا كان غير مغطى ثم بعد ذلك دفع البنك للتاجر فإنه سيرجع بعد ذلك على العميل فإذا رجع على العميل فإنه سيأخذ مبلغ الذي دفعه للتاجر والزيادة فصار كأنه قرض جرى نفعا ولذلك حرمه أنت ذكرت هنا النوع الثاني أخذ للأجراء على الأعمال المصاحبة خطاب الضمان غير مغطى فأنا قلت إيش يظهر لي جواز نعم صحيح خطابنا غير مغطى نفسك قلت أنت ترى غير الجواز غير الجواز الأصل لكن أما الأعمال المصاحبة مرانا نتائج التي ذكرتها أنا لاحظت شيء غير موجود يعني أنت فضلت في البحث نفسها في النتائج ما ذكرت التعريف الذي أنت ذكرته نعم صحيح كان من أفروض أني ذكرته نعم نتيجة من النتائج المهمة أهم نتائج البحث صدقت كان من النتائج المهمة هو تعريف تغير التكيف الفرقي بالضبط فكان من الأولى أني أذكرها لأنني ما ذكرت وأيضا أنت ذكرت على التأثير ذكرتها نتائج ذكرتها ذكرتها أن لها أثر كبير في تغير التكيف الفقهي لا أثر في الأعمال المصاحبة فأنا أنصارك إضافة التعريف نعم نعم طبعا خلوة التوصيات التوصيات دائما ينتج عنها أبحاث أخرى أفكار هي لأبحاث قد تكون أبحاث أكاديمية أو قد تكون أفكار المؤتمرات أو تكون أفكار لساء الدكتور وماجستير فذكرت أنت توصيات ما هي أهم توصية تعتقد أن يجب لف النظر إليها لعل دكتور أهم توصية توصلت لها في البحث زيادة الدراسات المتعلقة بتغير التكيف الفقهي وهذه التوصية ولله الحمد منه هي ثمرة من ثمرات هذه المجلة فالمجلة كانت أساسا استكتاب لذلك الموضوع القيم في تغير التكيف الفقهي ثم بعد ذلك أوصيت زيادة اهتمام في تغير التكيف الفقهي وهذا ما نتج عنه رسالتين لدكتوراه سجلت بنفس الموضوع تغير التكيف الفقهي في أي جامعة؟ اللي أذكر في جامعة الإمام حمد بن سعود وجامعة أم القرى سجلت هاتين الرسالتين في تغير التكيف الفقهي و أثرها في المصارف الإسلامية هناك منتجات ما تكلمت عنها في المجلة و بعض المنتجات الإسلامية ما تكلمنا عنها و لم يتناولها الأبحاث في هذه المجلة لكنها الأبحاث و خطاب الضمان و كذلك الوديعة الاستثمارية و الحساب الجاري نعم الحساب الجاري و الوديعة الاستثمارية طرحنا تقريبا ثمان منتجات في منتجين كل أحد يقدمات مكهات مجتازات التحكمة نعم و لذلك في نظرينا يستحق هذا الموضوع أيضا زيادة اهتمام و زيادات مؤتمر آخر نشكر مولانا الدكتور عبدالله ويد رشيد الأستاذ المساعد في قسم الفقه المقانوسة الشرعية في كوليج الشريعة في جمع الكويت لنلقاكم في حرقة أخرى من برنامجكم برنامج مجلة السلام عليكم و رحمة الله و رحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة